قامت مؤسسة أورينت الإنسانية بحملة لمساعدة اللاجئين السوريين العليقين في منطقة إيدوميني على الحدود اليونانية المقدونية بالتعاون مع الصليب الأحمر اليوناني وشملت الحملة قامت أربع عيادات قدمت خدماتها لأكثر من ثلاثة ألاف مريض بالإضافة لتوزيع بعض المساعدات الغذائية والطبية والألبسة الشتوية على إدارة المخيمات التي تقيمها السلطات اليونانية لإيواء اللاجئين العليقين هناك ويذكر أن هذه خامس حملة تقوم بها المؤسسة لتقديم العون للاجئين في المنطقة